هلا يا هلا يسعد أوقاتكم ورب يحفظكم طبعا قبل كل شيء أتمنى منعتكم الاشتراك بالقناة سبسكرايب لايك كومنت أوكي حبايبي وأتمنى شير للغير حتى تعمل فائدة وأحب أشكر كل من نشتراك بالقناة وكل من علق وانطاني لايك وعلى هاي الطاقة الحلوة الإيجابية منعتكم ربي يحفظكم وما يحلوني منعتكم وإن شاء الله يا ربي اللي دعيتوا إلي والأهلي لكم أضعاف مضاعفة رح أجي على موضوع جدا مهم اللي هو انسألت طبعا جتني أسئلة كثيرة جدا على موضوع إذا أنا وصلت الكندا وبصلت للترانزيت أطلب اللجوء أو أنا بصلت للترانزيت ومزق الجواز أشقق الجواز وأطلب اللجوء رح أجاوب على هذا الموضوع بس قبل كل شيء أدمعتكم تقولون إيه وتجرون خط حتى أفهمكم خطوة خطوة وستيب باي ستيب ويايا وإن شاء الله يا ربي أوصلكم فكرة بسيطة لكم حتى نفهم الموضوع هذا اللي انسألت عنه كثير فراح أجاوبكم عليه حبايب قلبي وأصدقائي الحلوين والمتابعين الراقين خلي أول شيء نجي إحنا نعرف شنه هو الترانزيت وشوية شوية نشرح الموضوع ونسؤلف مع بعض الترانزيت هو محطة توقف الطائرة مثلا مثلا تغيير الطائرة أو لتغيير الستاف الموجود من مضيفين من طيارين أو مثلا تزويد الطائرة بالوقود أو مثلا يعني مثلا ينزلون ركاب بهذا البلد ويساعدون ركاب مثلا يروحون إلى الوجه المقصودة اللي انت رائده شلون يعني الترانزيت هو مو وجهتك الأخيرة الترانزيت هو مكان توقف ترتاح بي أنت وكل المسافرين اللي وياكي أو تأخذون بضائع هي بيها شغلات كثيرة يأخذون بضائع وهذا هو عبارة عن بروتوكول وسيستم وهذا يأخذ منه الشركات الطيران يعني عندهم مثلا مسافرين وعندهم مثلا متعاقدين مع مثلا مثلا مطار الفلاني أو ينزلون لازم بالمطار الفلاني لأجل تيتشيك لأجل شغلات كرية فإحنا خلينا نفوت بالموضوع نفوت بصل بالموضوع وأشرح لكم المواضيع بدقة عراقي هذا مثل مثال عراقي بالعراق أخذ بيزة يريد يروح مثلا الأمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي يعني مثلا يروح للأرجنتين يروح للبرازيل يروح هايتي يروح مكسيك يروح كوبا ومنطقة هذه المناطق أو هذه الدول وتكون الرحلة مالتة من العراق يطلع وين؟ إلى الإمارات من الإمارات كندا من كندا إلى مثلا نقول كوبا قولوا إيه وجروا خط فالمسافر طلع من العراق وصل إلى الإمارات طلع من الإمارات وصل إلى كندا ونزل بمحطة الترانزيت اللي موجودة بكندا فمثلا الترانزيت يكون مثلا 6 ساعات 8 ساعات لأجل مثلا تغيير الطائرة أو يعخذون ركاب همين حتى يروحون مثلا الكوبا لأجل أي شيء تحد هنا أوكي المسافر العراقي نزل بالترانزيت وقعد لزم هم سوى شك الجواز ليش يريد يطلب لجوء؟ وين؟ بكندا حلو خليكم وياي طبعا هذا الموضوع انسألت عنه وراح أجاوب عليه بكل صراحة أنت من نزلت الترانزيت أنت نزلت يعني المنطقة الدولية اللي هو بها السوق الحرة المنطقة الدولية الخلي tongs السوق الحرة المنطقة الدولية شنو necessary المقصود بها ليس بس بكندا كل الدول العالم هذا каким بها قانون أنت من نازلت بالمنطقة الدولية ية Rohani أنت مو على الأراظي الكندايا أنت بأي دولة نزلت بالترانزيت أنت مو معناتها أنت داخل الدولة يعني مو بس بكندا بامريكا بالامارات كل دولة بها منطقة ترانزيت هي مو معناتها انت دخلت على الاراضي الكندية تعتبر برا كندا برا حدود كندا هم مسوي لك هذا عبارة عن مكان طيارة بس كبيرة الترانزيت هو عبارة عن طائرة بس مكان كبير خلي لك بي كافتريات خلي لك مكان مثلا تستخدم حمام ترتاح خلي لك مثلا شوية مكان للتدخين اكو ناس تدخن اكو مثلا مكان للتدخين انت حتى ترتاح بي وراها انت تصعد بالطائرة مو حتى تشق الجواز وتطلب لجوء لان انت مو على الاراضي الكندية ليش مو على الاراضي الكندية انت رح تنحصر بهذا المكان انت رح تبقى بهذه الدائرة اللي هي السوق الحرة او المنطقة الدولية لان بعد هاي السوق الحرة رح تلقى انت ضباط الشرطة يعني البوليس موجود فانت ماذا قال تعبر ليش ماذا قال تعبر انت لازم عندك جواز يسألوك التواريح يقولهم انا مثلا يعني فتشوك او بتنتظر اهنانا بتنتظر بهذا المكان حتى تختم جوازك انت بعد ما تختم جوازك شوف بعد ما انت تعبر الضابط الاول يشوف الجواز ماتك وانت اصلا مو على الحدود يعني انت بعدك انت ما داخل الحدود الكندية انت يشوف جوازك رح يقولك رح على الضابط الثاني يفتشك اوكي تروح على الضابط الثالث يقولك تنتظر اهنانا حتى تختم الجواز ماتك من تختم الجواز انت فعليا دخلت كندا انت قبل ما تختم الجواز انت مو على العراضة الكندية فاصدقائي الله يخليكم اذا انت شقيت مستمسكك والمستمسكات اللي موجودة مزقتهن وبقيت انت بالمنطقة الحرة او المنطقة الدولية انت اذيت نفسك جنيت عن نفسك انت ما رح تربح شي ليش لان ما حد رح يسأل عليك ولا رح يقولك انت منه اوكي يجوز يشوفوك بالكاميرات بعدين يجون يسألوك اوكي يقول لهم انا نطلب لجوء يقولك ليس نطلب لجوء انت وين انت حتى تطلب لجوء انت مو موجود على الاراضي الكندية ولا مثلا انت موجود على الدولة الفلانية بأي دولة فحبايبي احنا لما نطلع براه هو عبارة عن مستمسك انا ولا اي واحد انا انسان خلي حتش عن نفسي انا لما اسافر انا عبارة عن ورق يعني انا نكرة اذا ما عندي ورقة وما عندي مستمسك وما عندي جواز فانت من شققت اوراقك ومنزقت كل شي عندك انت صلت انسان ادرى ما عندك نكرة ما معروف ما احد يعرفك اطلب لجوء ليش تطلب لجوء منو انت لا احد يقول للكم لا احد يقول للكم مثلا والله تعالوا شققوا الجواز ودخلوا منو راح يقول لك انت تدخل شلون اصدقائي اللي يريد يسوي هذا الشي هو جنا عن نفسه باختصار ما راح اطول بالحجي لسوه لان هذا الحجي قديم كلش قديم وفات الاوان فات الميعات هذا الموضوع صار من زمان فهم ما راح يخلوك تخترقهم هاي دولة دولة وهذا حدود يعني هي لما انت نزلت بالمنطقة الدولية اكو حدود ما راح يخلوك تعبرها هاي نقطة قول ايه وجر خط السعادة لقلوبكم راح افهمكم شغلة جدا مهمة انت اذا تريد تجي او اي شخص اريد يجي خلي يجي بشكل رسمي هاي سيقول انا ما اقدر اسمحوا لي راح اجاوبكم انا اعرف هذا السؤال دائما يخطر ببالكم كل شخص من تدخل كندا اذا عن طريق شوفوا سياحة بيزا سياحة او بيزا زيارة او بيزا دراسة او بيزا عمل انت من دخلت كندا ومن انختم على الجواز مالتك الدخولية قالوا لك welcome انت تقدر تقدم على اللجوء اذا انت عندك اثبات مستمسكات انت مضطهد ديني عرقي جنسي اي شي انت بهذاك الوقت تقدر انت تروح تراجع دائرة الهجرة الكندي تخلي محامي انت تقدر تتحرك لا داخل وانت لا خارج وشقيت كل مستمسكاتك وكل اوراقك انت جنية عن نفسك فاسمحوا لي ان اوصل لكم هاي الفكرة لا تسووها باختصار ما اكو هذا الشي واللي قول لكم ترى مو حقيقي انسان ما احترامي إذا ولكم مصادق ما اقدر اقول غير هذا الكلام اتمنى وصلت لكم فكرة عن هذا الموضوع اللي انسألت عنه اكثر من مرة تعال الكندا وانت لما تدخل رسمي اوكي تطلب اللجوء الكندا غير هذا ما اكو تعال بشكل رسمي لا احد يجي يقول لك بشكل غير رسمي لأن كندا احتي عن كندا واني بكندا ما ما اكو هاي الامور من يعني صعب جدا وشبه مستحيل قبل قبل احب ان اقول لكم لا تنسوني من الدعاء واني ما احب يعني سدها بوجهكم ابد انا احب انور طريقكم شغلة اثنين لا تنسون اتابعوني سولي فولو على الانستة ولا تنسون تعالوا على الصفحة الفيسبوك اللي هي عيون كندا رب يحفظكم وسلمكم ويبدأ عنكم كل مقروح اشكركم واشكر متابعتكم واشكر كلامكم الطيب اشوفكم ان شاء الله بخير في فيديو جديد وموضوع اخر ولا تنسون اهمشي الدعاء تحياتي لكم واحترام وتقديري وبوساتي